والآن أدعو دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الجمهورية الإبنانية للقاء كلمته فليتفضل شكراً صاحب السمو الملكي وليع عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة معالي الأمير العام للجامعة الدول العربية الشكر أولاً للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على احتضانها قادة العرب على أرضها المباركة وقد جاءوا حاملين فيها أمال شعوبهم وألامهم موطلعين إلى تحقيق غداً أفضل لهم في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة والشكر موصول أيضاً إلى الجزائر الشقيقة على كل الجهود التي بذلتها خلال ترأسها الدورة السابقة من الجزائر التي عملت بثبات وهدوء للم الشمل إلى المملكة العربية السعودية حاضنة العرب كل العرب والتي نفقوا بحكمة قيادتها وقدرتها على إعادة وصل من قضع بين أخوة يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم اسمحوا لي أن أسمي هذه القمة قمة تضميد الجراحة حيث سبق إنعقادها اتفاقاً لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضاً تثمين عودة الشقيقة الثورية إلى القيام بدورها كاملاً في جامعة الدول العربية إن المشكلات والقضايا العربية نعرفوها جميعاً من مأساة فلسطين إلى اليمن ومؤخراً إلى الوضع المؤسف في السودان ولكن أنا أريد أن أتحدث عن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخب بفقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجاف يعاني فيها يومياً ما يعانيه من فقدان المقاومات الأساسية المعنمية والمدية التي تمكنه من الصمود وقد ازدادت هذه الحالة تعقيداً بشغور سدة الرئاسة الجمهورية وتعزر انتخاب رئيس جديد إضافة إلى أن لبنان لم يتوانى يوماً عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين إيماناً بإخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها لكن طول أمد الأزمة وتعصر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل لا من حيث بناء التحتية ولا من حيث التأشيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ولا من حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقرائهم هي عودة لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤاثرة من المجتمع الدولي وبالتواصل والحوار مع الشقيقة السورية في إطار موقف عربي جامع عبر مشاريع بناء وإنعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الإخوة السوريين إلى ديارهم في هذا اللقاء لا بد من تأكيد احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية ومفاقها والالتزام بتنفيذ من درجاتها وأنا أؤكد أيضا باسم كل لبنان احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها هو التزام التزام سابت ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها صاحب السمو من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية وريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى في فترتين قصيرة ليس صعباً عليه أن يكون العدد لأشقائه في لبنان ومن هنا فأنا نطلع إلى رعاية المملكة والفتاتها الأخوية تجاه بلد لبنان ليتمكن من النهوض من جديد ختاماً أكرر شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دواج المنزل التعاون الخليجي على إتاحة فرص عمل للبنانين على أراضيها وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة فلولا هذه الرعاية لكان وضع لبنان المالي والاقتصادي والاجتماعي أشد قصاوة وإلى من ولابد لي أيضاً من هذا المنبر أن أشكر جمهورية العراقية على ما تقدمه دائماً من أجل لبنان وكم نتمنى من الأخوة العرب عودتهم سريعاً جميعاً إلى لبنان في هذا الصيف وبعد قال تعالى في كتابه العزيز سنشد عضادك بأخيك صدق الله العظيم فشدوا أيها الأصدقاء عضاد لبنان الذي سيبقى برعايتكم وكما عهدتمه جامعاً للعرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر دورة الرئيس نجيم ميقاتي على كلمته ترجمة نانسي قنقر